إسرق أحمد بتسأل بتقول الدكتور لو سمحت ابني تعبان عنده حساسية صدر ألف سلامة وبعمله جلسات طيب تمام بس الدكتور بيقول لي اعمليله تشفيط بس أنا خايفة هل التشفيط غلط على الأنف والزور ولا لأ طبعا التشفيط مش غلط ولا حاجة وطالما ده رأي الطبيب لكن يعني برضو لازم تكوني عارفة كويس عدد الجلسات لأن ده مهم قوي ما تبقاش مفتوحة يعني والتشفيط بس يعني خطورته بس أحيانا أنه هو بيبقى مصدر مصادر التلاوز فأنا اللي بقترحه عليكي أنه يعني تشوفي مدى الاستجابة لأنه المفروض أن الجلسات الاستنشاق ده 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 حل نهائي يعني ده الخطوة الأخيرة في الحل فالمفروض أنه هو بيجيب الأثر اللازم ما بيبقاش بقى محتاجين عوامل تانية مساعدة فأنا رأيي برضو أنك ترجع للطبيب ولازم يعلمك كويس قوي التشفيط ده بتعملي زي إنما هو من حيث الخطورة هو مش خاطر